آخر التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكان تقول بأن إيران تدعم الحوثين في اليمن بالأموال المفرج عنها في صفقة الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى التصريح جاء من قبل السيناتور الجمهوري بالكونغرس الأمريكي جون ماكين تعليقا على ما نشرت وسائل إعلام النظام مؤخرا أفلاما عن اعتقال البحار الأمريكيين في مياه الخليج في شهر يناير الماضي من قبل قوات الحرس الثوري والذي وصفه ماكين خلال بيان نشره على صفحته الشخصية بأن النظام الإيراني أصبح أكثر وقاحة بفضل الأموال المفرج عنها والتي تنفق على دعم نظام الأسد في سوريا والحوثين في اليمن صفقة إيران التي وقعها أوباما كنا نعلم من البداية أنها صفقة خاسرة من خلال هذه الصفقة تم رفع الحجز على 150 مليار دولار ونعلم أن النظام الإيراني سيستثمر هذه الأموال في دعم تنظيمات الإرهابية في سوريا واليمن وغيرهما وبحسب تلك التصريحات أيضا أن النظام الإيراني ازداد في السلوك العدواني نتيجة تقديم الإدارة الأمريكية تنازلات كثيرة لطهران من خلال الاتفاق النووي وأن واشنطن دفعت فدية مالية تقدر بـ 1.7 مليار دولار للنظام الإيراني من أجل إطلاق صراح الأسرى الأمريكيين وأن تلك الأموال تستخدم لقتل الشعب السوري من خلال دعم الأسد وتمويل الحوثين في اليمن نعلم أن إيران تدعم حزب الله ليس فقط في سوريا لكن أيضا في العراق الذي تسيطر عليه أغلبية شيعية تابعة لإيران وهي تدعم الحوثيين والإنقلابيين في اليمن ووردتنا معلومات عن تورطهم في كثير من الأحداث في ليبيا وإيران تعمل من خلال شبكة ضخمة من المؤسسات التي لها علاقات في الشرق الأوسط وأيضا في شمال أفريقيا ويرى المحللون أن الاتفاق النووي وإطلاق صراح مليارات الدولارات قد أدى وبشكل مباشر إلى تعريض المنطقة للمزيد من الفوضى والدمار بسبب تزايد الدعم الإيراني للأنظمة والميليشيات الموالية لها بالمال والسلاح والهدف تخريب المنطقة